أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الأخبارية، وهذا أبرز عنوانه تفاصيل بلاغ جديد من الحكومة ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أفاد بلاغ صحفين لرئاسة الحكومة المغربية أن المجلس الحكومي سيتدارس في بداية جلسته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين كما سيتناول المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم حيث يهم المشروع الأول تعديل المرسوم المتعلق بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فيما يتعلق المشروع الثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ميدي تيليكوم لإقامة واستغلال شبكة الهاتف الخلوي الثانية من نوع GSM أما المشروع الثالث فيرتبط بتجديد الترخيص الممنوح لشركة وانا كوربورايت لإقامة واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات بتكنولوجيا الجيل الثاني وبحسب البلاغ سيتناول المجلس أيضاً اتفاقية تتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وإيطاليا الموقع في روما في مارس 2024 إلى جانب مشروع قانون يوافق على هذه الاتفاقية وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقاً للفصل 92 من الدستور وبعد انتهاء الجلسة ستعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً لدراسة بعض مقترحات القوانين ترجمة نانسي قنقر